نفط العراق تتمنى معظم دول العالم أما هنا بالعراق فكوجهات نظر وأبعاد ثانية بهذا الموضوع طبعاً مبيعات النفط مستمرة وبشكل يومي وبملايين الدولارات بالرغم من هذا النفطة كناس تشوفها نعمة وكناس تشوفها نقمة ناس تشوفها نقمة لأن مشاكل في شي منها وما محصلين من وراه بس المشاكل يعني مثل ما يقول المثل العراق القديم اسمك بالحصاد ومن جلك مكسور وناس تشوفها نعمة ويقولون اش عدنا غيرها وإحنا كنا عايشين عليه طبعاً ميزانية الدولة العراقية تعتمد بشكل أساسي على وردات النفط وتتأثر مباشرة بالصعود والنزول بالأسعار أما بالفترة الأخيرة أسعار النفط شاه الصعود كبير جداً وبتوقعات أن تصعد أكثر وأكثر هنا أثيرت الأسئلة بعد هذه الزيادة الكبيرة وراح تروح كل هذه الأموال هل الحكومة عدها خطط استراتيجية حتى تستفاد من هذا الصعود من سعر البرميل كان بالموازنة 45 دولار وهس تقريباً ثلاث أضعاف شلوها راح تتأثر الموازنة هاي الفروقات الكبيرة بالأسعار هل راح يستثمرها أو تستثمرها الحكومة؟ والسؤال الأهم هل راح يدخل بجيب المواطن العراقي شيء؟ كل هاي الأسئلة وغيرها في حديثي لهذه الليلة لكن ترجمة نانسي قنقر